سلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق للجزء الأول حص الأولى من النص المسترثل المندرج دمن الأسبوع الأول من الوحدة الثانية الواجبات والحقوق المرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس في طبعته الجديدة طبعة 2021 عنوان النص المسترثل التحدي ولاحظوا أتوقع أصفوا صورة هيلين كيلر كيف تبدو ماذا تفعل عما تعبر ملامحها إذن كما تلاحظون في الصورة فإن هيلين كيلر تبدو غارقة في الأحلام وتنظر تنظر إلى الظهرة وتستنشق رائحتها ماذا تفعل تقوم بتحسس الصفحات وكأنها تقرأ عما تعبر ملامحها تعبر ملامحها لاحظوا مع الصورة الثانية وكأنها تتابع شيئا باهتمام تتابع شيئا باهتمام بالنسبة للصورتين إذن كيف تبدو تبدو هيلين كيلر غارقة في أحلام الهيقضة وتنظر بعيدا وتستنشق رائحة الزهرة ماذا تفعل تتحسس الصفحات وكأنها تقرأ كيف تبدو عما تعبر ملامحها تبدو كأنها تتابع شيئا باهتمام تبدو وكأنها تتابع شيئا باهتمام أتمم العبارة العنوان بما يناسب التحدي لمواجهة الحياة أو التحدي لمواجهة الفشل أم التحدي لمواجهة الإعاقة إذن من وجهة نظري العنوان المناسب هو التحدي لمواجهة الإعاقة الحياة أيضا صحيحة التحدي نقرأ الجزء الأول من هذا النص ثم نجيب عن الأسئلة المرافقة التحدي في ولاية ألباما الأمريكية ولدت هيلين كيلر وبدت عليها مظاهر النجابة في سن مبكرة فما كادت تكمل أعمال أول حتى بدأت تمشي وتنطق ببعض الكلمات وكأنها ولكنها ما إن بلغت الشهر التاسع عشر حتى أصابتها هم أفقدتها بصرها وسمعها فغرقت في ضلام وسكون شاملين ونسيت ما كانت تعرفه من كلمات قليلة ثم ما لبثت أن فقدت قدرتها على النطق أخذت الطفلة الصغيرة تنظم صلتها بالعالم عن طريق حاستي اللمس والشم فكانت تدرك الأظهار برائحتها وتتحسس طريقتها إلى الحديقة بلمس الجدران والأسوار وهكذا قويت لديها حسة اللمس فاستطاعت أن تميز ملابسها عن غيرها وأن تتعرف على لعبها وكثيرا مما حولها وعندما تجاوزت هيلان الخامسة من عمرها اتصر والدها بمهدي باركنز في مدينة بوستن وطلب مدرسة متخصصة في تعليم المكفوفين لتدريس هيلان أحاور صديقاتي وأصدقائي حول ما يأتي حقوق الأطفال وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إذن حقوق الطفل حقوق إنسانية ويجب أن يعامل الأطفال بالمساواة والاحترام والكرامة لأنهم جيل المستقبل ويجب على الأطفال أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها كل شخص من حرية التعبير إلى الحق في الحياة والحصول على حياة كريمة وعيد حقوق الطفل هي حقوق إنسانية ويجب أن يعامل الأطفال بالمساواة والاحترام والكرامة لأنهم جيل المستقبل ويجب على الأطفال أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها كل شخص من حق حرية التعبير إلى الحق في الحياة والحصول على حياة كريمة أما بالنسبة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة من فئات المجتمع التي تعاني الإعاقة الجسدية والنفسية إذن من حقوقهم الحق في الكشف المبكر والاستشارة الطبية الحق في الكشف المبكر والاستشارة الطبية الحق في التعليم والتدريب ويتمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمجموعة من الحقوق كالأطفال السليمين إذن هم فئة من فئات المجتمع التي تعاني الإعاقة الجسدية والنفسية وحقوقهم هي الحق في الكشف المبكر والاستشارة الطبية الحق في التعليم والتدريب ويتمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمجموعة من الحقوق كالأطفال السليمين أعرف جزء الأول قمت بقراءاته في ولاية ألباما إلى تدريس هيلين أعرف في بطاقة بهيلين كيلر هيلين كيلر اسمها أكيد هيلين كيلر مكان نشأتها ألباما الأمريكية ألباما الأمريكية نوع مرضها في العام الأول إصابتها بالحمى إصابتها بالحمى ما نتج عن مرضها فقدت بصرها وسمعها فقدان بصرها وسمعها السن التي بدأت تتعلم فيه خمس سنوات معلمتها مدرسة مختصة في تدريس المكفوفين مدرسة متخصصة في تدريس المكفوفين سأعيد عليكم بطاقة تعريفية لهيلين كيلر إذن اسمها هيلين كيلر مكان نشأتها ألباما الأمريكية نوع مرضها في العام الأول إصابتها بالحمى ما نتج عن مرضها فقدان بصرها وسمعها السن التي بدأت تتعلم فيها خمس سنوات معلمتها مدرسة متخصصة في تدريس المكفوفين إذن كيف صارت هيلين تتواصل مع محيطها بعد فقدانها السمع والبصر إذن بعد فقدان حاستي السمع والبصر أخذت التفلة الصغيرة تنظم سلطة بالعالم عن طريقي حاستي اللمس والشم فكانت تدريس الأسفل فكانت تدريس الأسفل برائحتها وتحسس طريقي الحديقة بتلمس الجدران والأصوار إذن بدأت تتواصل هيلين مع محيطها بعد فقدان حاستي السمع والبصر عن طريق حاستي اللمس والشم والشم إذن تتواصل مع محيطها بعد فقدان حاسة السمع والبصر عن طريق حاسة اللمس والشم السؤال المولي استعمله في فراغ كل جملة الفعل المناسب إذن بلغ فهم لحق إذن تلميذ معاني النص إذن فهم تلميذ معاني النص التلميذ المتسابقين إذن لحق لحق التلميذ المتسابقين التلميذ سن التاسعة بلغ بلغ تلميذ سن التاسعة السؤال الرابع والأخير أنسجوا على منوال ما إن بلغت الشهر التاسع حتى أصابتها حمى ما إن حل الربيع حتى بدأت الأزهار تتفتح ما إن حل الربيع حتى بدأت الأزهار تتفتح إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم مهداً في فيديو سابق لدراسة الجزء الثاني من هذا النص أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر